لقد عرضت على المعارضة البحرينية أن تلهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية الحكم المشدد الذي أصدرته محكمة الاستئناف الخليفية بحق الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق أطلق رصاصة الرحمة على أحلام المعولين على إصلاح هذا النظام واللاهثين وراء سراب مشاريعه لإخراج البحرين من الأزمة المتفاقمة التي تمر بها بل عائلة الخليفية تعبت كثيرا من تقديم الأدلة والبراهين التي تثبت عدم رغبتها في تحقيق أي إصلاح في البلاد وقد ظهر ذلك جليا عبر قمعها للحراك الجماهيري المطالب بالتغيير في الرابع عشر من فبراير 2011 وعبر استعانتها بجيش الاحتلال السعودي لقمع الشعب وعبر زجها لقالة ورموز الثورة في السجن السلطات أجهزت كافة جلسات ما يسمى بالحوار الوطني ولم تكتفي بذلك بل زجت بقالة المعارضة الذين شاركوا في الحوار بالسجن ومنهم سيد جميل كاظم ومجيد ميلاد وأخيرا أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والسلطات رفعت من وتيرة إسقاطها للجنسية عن المعارضين وفي ذات الوقت الذي زالت فيه من وتيرة التجنيس السياسي للأجانب فهل يمكن لعاقل وطني أن يراهن على هذه العائلة لتحقيق الإصلاح الموعود أم أن هؤلاء المسوقين لأكدوبة الإصلاح ليسوا سوى أداة خليفية لإجهاض الثورة بعد أن باعوا أنفسهم للخليفيين مقابل وعود براقة سيتخلى الخليفيون عنها وبعد انتهاء دورهم المشبوح اشتركوا في القناة